موجة أخرى من الحراك والاحتجاج تعصف بالشارع اللبناني لكن بصوت مختلف فما كان مسيرات سلمية أصبح اليوم صوت رصاص ومواجهات وقنابل حارقة أذق بها المحتجون على غلاء المعيشة وانهيار العملة مصارف البلاد الخاصة منها والعامة وحتى مصرف لبنان المركزي نقمة شعبية تتصاعد في لبنان على المصارف واستطرابات واسعة تشهدها مدن كبرى كطرابلس وصيدة وغيرها في وقت فقدت فيه الليرة اللبنانية أكثر من ستين بالمئة من قيمتها سرعان ما تضخمت معها أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية ومخاوف من هوة فقر كبيرة ستبتلع ما تبقى من الطبقة المتوسطة في البلاد تحركات احتجاجية تعم المناطق اللبنانية من شمال البلاد لجنوبها تباعا للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكومة سعد الحريري تتفجر اليوم مجددا وسط ظروف اقتصادية موجعة في وقت تبدو فيه البلاد على حفة منزلق خطير خاصة مع مقتل متظاهر بنيران الجيش اللبناني على الرغم من توقعات كشف عنها مراقبون للشان الداخلي تفيد بأن أعمال العنف الحالية وحرق المصارف وفروعها ما هو إلا مجرد بروفة لانفجار اجتماعي واسع يمكن أن يشهده لبنان فيما لو تفاقمت الأزمة الاقتصادية بصورة أكبر من الوضع الراهن حكم مصر في لبنان رياض سلامة والذي يحمله الكثيرون بمن فيهم رئيس الحكومة وزر الانهيار المالي دفع ونفى أي مسؤولية له عن إيصال البلاد لما هي عليه كلمة سلامة تأتي في خضم صراع سياسي أطلقه حزب الله وحلفائه بهدف الإطاحة بالحاكم المقرب من الدوائر الغربية تعارضها جهات في العاصمة الأمريكية واشنطن في ظل مخاوف لدى الأمريكيين من امتداد نفوذ حزب الله إلى القطاع المصرفي ترجمة نانسي قنقر